بلتي والجمهور اللي عاش ليلة ولا أروع في مهرجين موازين مع بلتي بلتي فنان كبير فنان تونسي شرف بلاده كأحسن ما يكون وين ما يمشي الحقيقة معنيها من أفضل ما عنا وما أنجبت تونس في إذا كان نجمه يقدم فيه أغاني يسمعوها كبير وصغير والعائلة والناس كل موسيقته موجودة اليوم في العالم عام العشرات الملايين معنيها من المشاهدات وما نعرش إذا كان نحكي وعليه في تونس ولا ما نعرش الحقيقة ما نعرش وإلا صهر تراغب عليه ما خذيت كل الأضواء والاهتمام للأسف معنيها وبطريقة سلبية زيدة خذيت الاهتمام إذاك عليش اليوم حبيت نحكي على بلتي قلوا شكرا بلتي لأنك تناور بلادك وين ما تمشي في كل مرة وهكا نحبه الفنانين التوين سمتاعنا وديما رانا الراهن وأنا من المدرسة القديمة نحب ديما الراهن على الفنان التونسي وين ما كان وإن شاء الله نشوفوه من نور مهرجاناتنا هو ومجموعة كبيرة أخرى من الفنانين التوينسة اللي يستهلوا أنهم يكونوا موجودين سنيف المهرجانات وكثيفة أكثر وبحضور أكثر إن شاء الله يلا نمشي مع محمود مع محمود خلنحكي المستمعين عفيف الصباح قالتلي على شنوها مع محمود حاولت نفسرها هبالني أنا هبالني فلسفة وعفيفة كلامها صحيح وانا وعفيفة نفهمها تحب الحاجة المبسطة للواضحة طول صباح واحد مزل كيفيق مزل كحال عينيه خلي ليش لنرون متاعكم وانا الحقيقة من داخل من داخل مع الرأي متاع عفيف وخدمنا مع بعضنا مدة طويلة في شمس ونفهمه أنه يلزم الحاجة تكون مبسطة لكن في بعض الأحيان فما حاجات يلزم يتقالوا بطريقة باش يقعد فما كل نيجم متاحها هكاية زادة عنده دولة نخرجو كيكا ما فهمت الشيء لا لا ما أسألني ميسيش لبين محلول عملي المقدمة هذي كيكا فما صدف ساعات في الدنيا وفي التاريخ يبهتوا بصراحة وانا أحبكم تركزوا في اللي ما يتقالش تفهموا عمليه حي يتقال في مرة من المرات قريت قصة قصة هكاية قصيرة حزينة ضريفة غريبة ومبرتو بيان كامانو اليد البيضاء كان ملك إيطاليا قبل نهار وهو في مونزا عملي تبيها كمتا حاجة تعقصة فازا هكا تلعطوا به هاتو سوسبانس نهار هكا وهو في مونزا مع واحد من الجنراليت متاعوا اسمه إيميليو دخلوا للرستوران هذي عامل في تسعمية كي دخلوا للرستوران كانت فهم حاجة غريبة هذي عامل في تسعمية مول الرستوران فوله وتقسمت مع الملك أيوا تقولوا يقف قدام مرايا جزت ما هوش نفس الحوايج وكهو جزت هذا ملك وهذا مول الرستوران عادا كي جاي بش يشوفهم مش نوا ياخذوا كل شي فيقوا بالشبال الكبير برشا فكم الجبالهم مش نوا يحبوا وقعد معهم كي بدوا يحكيوا عارفوا اللي هما زوز مولودين فرد نهار 14 مارس ومولودين فرد عام أيوا ومولودين فرد مدينة ويشبهوا لبعاظهم فوله وتقسمت على اثني شوف انتي الغريب واللي اغرب ما هو مش اخوة الله واعلم هاني نحكي لك عصو ضفاني واللي اغرب اللي عام 1844 هذا ولا ملك وهذا حل الرستوران تيه أيوا وهذا خذي مرأة اسمها مارجريت لا وهذا خذي مرأة اسمها مارجريت صلي عني بي لا هاي وشوف الاغرب في القصة هذي الكل الملك نهار وهو في جولة من جولاته وعنده تاريخ متاع حروب في العالم وكل شي هو نهار في جولة من جولاته وجيب له شخص خبر خير قالوا راوك السيد مشيت للريستوران بتاعه ويشبه لك ومعناها الفولة وتقسمت على اثنين راهو تقتل مازالك الملك حازين عسايد اللي يشبه له والملك تقتل لا حاوله ونفه وطلب الله اللي اغرب ما صدفه ذو ما الكل اللي القصة هذية دي ما كيجي تلوج عليها تلقاها تاريخيا ملمومة تقولش عليها ما يحبوش تتعرف تبقينا ناس بكري طلين ما زالوا يحكيوا فيها لليون بل خاص العباد اللي في المنطقة هذيك ترجعوا تشوفوا ويستوري تشانل والسيتم تاعها تلقاهم والطليني أكدوها هما توزع ما تواما وفهمش كنفرقهم وتحكم في حياة كل واحد منهم وكيتقابلوا وتفضحة الحكاية قتلهم الزوز ما يجي فيلم هذي ولا هذا الكل صدف تصير صدف في نفس السياق هذية يا عفاف بعد مئة سنة زامة ربي حين بخير مصيبوا كيبدايوا العباد يقرأوا في التاريخ بش يرجعوا للسنوات هذومة مش يقولوا جيب محمود وعفاف يخدموا مع بعضا وفيديوهنا فيهم شلي صدفة اللي لمتهم بش يمشوا وعملوا عمره مع بعضا أكيد ما فهم السوداء في حكاية وفهمه برشة نقاط أما مش رأة أخرى بهم همش يقرأوا علينا في التاريخ ولا يعلم أما بعد مئة سنة من تواب بش يقول ولا بش تنجم تقنع واحد يقرأ في التاريخ بش يقول لك اللي رئيس إيران طاحت به الطيار وصاروا انتخابات في إيران في نفس العام في نفس المدة اللي أمريكا تحضر فيه في انتخابات وبينزوز حشا من يسمع واحد راس بصل واحد راس ثوم معناها ما تخيرش ما بيناتهم وهذا يرأي الأمريكان بيدهم مش رأينا نحن معناها هذا يرأي العباد لغديك وفي نفس الوقت فم حرب في قلب أوروب معناها ما روسيا وروسيا طالع على أوكرانيا وروسيا طالع اقتصاديا وانتخابات في اليونيون الأوروبيان وانتخابات في فرنسا في قلب أوروبا في نفس الوقت الصين عمرها لكانت كما المدة هذي سلتوا في التفوق العسكري والهند متوقع بيش تكون أكثر بلدان تطور في الخمسين سنة الجايين والهند زادة السستان فيها تبدل وطلع فيها اليمين واليمين رجحها بهارات وغيروا وأكبر دولة في الخليج قاعدة تبدل هذا الكل بيزهر بالصدفة بالصدفة هذا نحن نجم ونشكو فيه في وقتنا لكن بعد خمسين ستين سبعين سنة ما تنجمش تعاند فيه شخص راجع يقرأ في التاريخ وبش يلقى العقدة هذي النهو هذي الكل ها فرد وقت معناها صعيب وفي نفس الوقت اللي بيغسير بسيون الكل بش يتبدلوا بعض طفان لأقصى شوف انتي هذي الكل فرد وقت وزيد معاهم في الوقت هذي اللي عايشينه أزمة المناخ والماء والغذاء والوباء هو كي تجي تخمم هكا تشوفهم هالتابلو اللي عملتوا هنا وتوخر التالي تقول لها يرحموا علي رياحي معناها كي غنى الدنيا تغني ما قلناش على شكو والعالم يضحك ما قلناش على شنو والله واعلم حتى الاغنية ذيكا زادها شنو يقصدوا بها في الاخر اللي قاعد يسمع فيا طوي يقول لك أنا كمواطن تونسي يلزم يكون عندي الأدراك متاع اللي قاعد يصير في العالم هذا الكل معناها شي تاعب لحقيقة هو متفاهمين شي تاعب كمواطن طوي تسمع فيا مستمع تسمع فيديوين طوي نارسة بتسبب يلزم يكون ملم يقول يلزم يكون ملمنا بكل شي هذا وكل واحده كيف يشوف ما تنجمش تقول لعاب تتبع الأخبار متاع العالم الكل يا مع القليخ وفكرة عامة صحي يلزم تبدأ عندك فكرة عامة عليش بكل بساطة مثلا الاتخابات متاع أمريكا أمريكا بعض علينا اش دخلنا فيها الفيدرالي متاع أمريكا كيزيد في الفايدة يأثر لك عطيامين كي انتي بش تيخو قرد مثلا مثلا كان أمريكا تخمم ولا تقرر طوى مع دخول ترامب بش يرفع في احتياط القمح في أمريكا اللي هو في أدنى مستويات وفي التاريخ كان أمريكا تقارب اشترافها في احتياط القمح متاحة قطو القمح يغلى في العالم الكل وباكل كسكس يصوم ويتضرب في ثلاثة طاول معناها ترامب بالكسكس يديرك تاني ربطا بعضهم معناها واضحة أمريكا كبلاد اللي بارشا يقولوا لو مستحيل تصير حرب وكل شي هاتنا بداوا متفاهمي راو أمريكا كبلاد في المونتاليتي متاحها راو عندهم عشرة قطاعة سلاحة لكل مواطن بش نفهموا المونتاليتي متاع البلاد معناها ما تقولش ما تصيرش حرب لاو عندهم مش مشكلة لو بش يعلموا الحرب راو امريكي صحيح ما عندها حتى مشكلة صحيح خاصة كانت طلع ترامب صحيح بالليل عظيم عادي جدا معناها راو كما قلت لكم راو بالارقام عشرة قطاعة سلاحة لكل مواطن المونتاليتي متاعهم راو اكثر لعبة شعبية في امريكيا منويلها الف وتسعمية وربعة ماتوا فيها فوق ثمونتاج وفهمة مية وخمسين اصاب ما بين الحبل الشوكي وكسور في الجمشهور وكسور في الضلوعا اللعبة الشعبية في امريكيا هذين معناها مش كلاميان هذين كلمrael جماعة الاطباء في امريكيا معناها بشتشوفو معناها هارفرت زيدا قدتhe الكلام ذاي نفس البرانسيب معناها متاع اغلب الحروب لللعب هذين الفوتبول الامريكان عفاف هي معناها اه ربح المساحة واغلب الحروب في تاريخ البشرية هية ربح المساحة ولمساح نقول لكم فيها الثروات فيها السيطرة وفيها الأماكن المقدسة معناها تراجعنا للكيان ولا ليقاع دي سي التدافع اليوم في العالم يصير سواء بالتفوق التكنولوجي بالتفوق الاقتصادي وحتى بالاكتفاء الذاتي واللي ما ينجمش يعمل أي حاجة من نظومة معناها هو التفوق عسكري يشد بابوشته ويعمل اكتفاء ذاتي على قل يحمي روحه يحمي روحه يشد جارد معناه يبدأ عنده دواه وعنده ماكلته للشعب متاعه معناها زايد بش اللوجه ميدية كتغزغ مزايد بش نتفلس في برشة وقف اللي عندي شارة في بلادنا نحنا في ثمانين خمس وثمانين دقيقة لعب من كل شير معناها ما عادش عنا الوقت متاع معظلة حمار برميدان كلي خمم نمشي الماء ولا نمشي الحشيش لين ميت في الوسط لكل إلا شرب كيف كيف تونس نحنا في وقت متاع قرارات بش نحقوا الاكتفاء الذاتي في كل حاجة نقد عليه عارفين اللي سياسة مراحل ما فهم حتى حد خلد في اي منصف في تونس ونشوفه مقبل الثورة لليوم صحيح يلزم القرارات والتخمام على تونس على بلادنا والتحديات اللي عنا وبالحق ما عادش عنا وقت واللي كنت نحكي فيه الكل راهو ما يهز كان الحرب وفهمها شيرة في العالم الله وعلم مش نية فهم النظريات معناها تقول لكن فهمها شيرة في العالم اللي حكيته الكل يثبت انه فهمها شيرة في العالم قعدة تحرك في برشة خيوط فهمها برشة توترات واحنا حكينا جمعة اللي فيتت تتفكر معناها كان معنا الاستاذ ونيس وقال وعنو امكانية قيم حرب عالمية ثلثة راي واردة جدا في اي في اي لحظة معناها تونس شنو يلزمنا نعم ماكلتنا ودوانا ومانا قبل كنا نفادلكو بيها تولينا نشوفو فيها موجودة تونس ماكلتنا ودوانا ومانا وهذا اخر كلام نعطيك صحة محمود اه دوك بش نخشو اشعر بعد شوية ما قبل اشعر بالله فهمها تحية دينا من عند اه نقدر تربسي من عند القلوب متاع تشاتل كله را والناس كل تحكي على عرس مهدي مهدوش محب رقم واحد نيو اي كان على كيف دوك بمناسبة الزواج متاعه نقدر تقول له ربي هنيك ويجمع بينكم في الخير والأيام الطيبة يا رب واحنا زيدا بدورنا وقلوك شعلا ومبروك ربي هنيكم يا مهدية خليكم معنا في المتابعة بش نخرج وفاصل شهيري وراجعيننا متوحش اي